تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 116 قضية تموينية بإجمالية مضبطات بلغت أكثر من 225 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية تمضبط أكثر من 54 طن السلع غذائية مختلفة كما تمضبط أكثر من 32 طن في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 64 طن السلع غذائية وغير غذائية كما تمضبط 35 طن أسمنت وحديد في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء وكذلك ضبط 40 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء ترجمة نانسي قنقر